بسم الله الرحمن الرحيم أيها الشعب أنا أعطت كلمة لتقديم ترشحي للانتخابات الرئاسية لكن بعد زيارتي لسيد حسين في تونس العاصمة وتلقي نبأة شهاد جنودنا البواسة رحيمة الله نحب نفعل مع هذه الأحداث أولا لما زورت مؤخرا الحي الشعبي سيد حسين اللي كيف العديد من العحية الشعبية في كامل جمهورية شهدت أحد درجات الفقر والتهميش اللي يخجل ليلة كل تونسي غير على بلادي وتألمت لما شفت الشباب العاطن عن العمل اللي عمل ثورة وبقية بلا مستقبل وألمي أكثر لما شفت الأطفال في وضع صعب الأطفال جي للمستقبل بعد هذه الزيارة تلقيت نبأ استشار جنودنا من طرف إرهابيين تونسة وبيتواطى من تونسة آخرين هالجنود اللي بعد أداء الواجب الوطني أرادوا إجازة مع عائلتهم ولكن اقتلتهم يدو الغدر أحنا الإرهاب ظهر غريب علينا وبعد واحدة وطن ما كان حد يتصور تونسة تقتل تونسة إذن مشاكلنا معروفة في تونس محاربة الإرهاب محاربة الفقر وتشغيل الشباب نعرفه للشعب مل من الوعود ويحب إنجازات الشعب أقلق من التجاذبات السياسية والصراعات الإيديولوجية الشعب يحب حلول إن شاء الله إذا تم انتخابي سعمل اليد في اليد مع الحكومة ومجلس الشعب كل حسب صلاحياته لتحقيق الإنجازات في مجال الأمن اللي هو خيار سراتيجي لأن السياسية تونس قبل كل شيء نحن في حاجة لجيش قوي وأمن عتيد إذا منخصوا الميزانية اللازمة حشدنا بجيش نوعي بمعدات مطهورة وتكنولوجيا لحماية الحدود كذلك يجب توفير التجهيزات للأمن وتركيز وكالة عامة للاستخبارات لنا من الكوادر العالية في الجيش والأمن اللي إن شاء الله ينشحوا في مهمتهم وينتصروا على الإرهاب في مجال العلاقات الخارجية أنا مش ندعم الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الدولي كما تعرفوا أحنا في أزمة اقتصادية واجتماعية في تونس مع الناس مغارد وكاللاش يجبنا حاجة للاستثمار الأجنبي المباشر ويجبنا منخافوش من الاستعمار الاقتصادي لأن الأجنبي اللي مش يبني بنيه في تونس مش يخليه في تونس أحنا في التعاون مش ندعم وعملنا مع الشركات التقليديين في أوروبا وفي أمريكا ولكن تعرفوا العالم قاعد يشهر التحولات وموازين القوى الآن بين نحو الشرق لذلك مش نطوروا علاقاتنا مع بلدان آسيا والخليج ونحاولوا ندعونا التعاون الفني بهذه مش نقوموا بمشاريع كبار في الفترة القادمة بني تحتية من طرق سيارة بين أغلب الولايات نقل سريع مستشفيات ومستوصفات تأهيل المدارس والجامعات اقتصاد رقمي والتكنولوجي للشباب صاحب الشهادة العليا مدن حديثة ومناطق حرة للتبادل في الحدود مع جزائر وليبيا بالمشاريع هذه مش نقضيه على جزء كبير من البطالة من بطالة الشباب ويتم تشغيل على الأقل فرد في كل عائلة بذلك يزداد الدخل العائلة ويتم توفير ترفيع القدرة الشرائية ومستوى العيش يزداد الاستهلاك ودور الحركة الاقتصادية في البلاد أيها الشعب لما نزول العديد من الدول المتقدمة نقول عليش بلادنا متوليش عكا التوانسة مثقفين والشعب مسالم المرأة التونسية لها مكانة رائدة وهي مثال في العالم يزمنا ندعموها واحنا التونسدين واحد ومذهب واحد وننظر بالإرادة أن نجم نكون بلد متقدم كما أعطينا المثل في الثورة التونسية أيها الشعب أتعهد بحفظ الأمن كقاءة أعلى لقوات المسلحة وأتعهد بالدفاع عن حقوقكم وخاصة حق الشباب في الشغل ولا أترك الظلم يتفشى وخاصة في الطبقات الكادحة سأكون ممثيركم في كل الأماكن ليدافع عنكم في مجلس الوزراء والاجتماعات الوطنية والدولية والتواصل بباشر ليقف على مشاكلكم وأنجاز الحلول فمعدنا يوم 23 نوفمبر ورقمي 16 وأنا في انتظار دعمكم وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته